شهدت قرية وعزبة حمد التابعة لمركز كفر البطيق بمحافظة دمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة عادية كما تم تنفيذ عدد من ندوات تطقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية القافلة النهاردة فيها 10 تخصصات طبية مختلفة من ضمنها البطنة الأطفال العزام الرمض الجلدية الأنف والأذن الأسنان معنا كمان النساء وتنظيم الأسرة كل خدمات القافلة مجانية من أول قطع التذكرة اللي بتتمي للمريد بالرقم القوم الخاص بي بعدها المريد بتوجه للعيادة المطلوب الكشف فيها الطبيب يكشف عليه وبالتالي بعد ما بيكشف عليه بيوجهه للمعمل لو هو محتاج تحليل طبيب بيتم في المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل لو الطبيب محتاج أشعة دي أو أشعة سونار برضو بيتم من خلال القافلة في قسم الأشعة نهاية دورة المريد في القافلة بأنه هو بيتوجه للصيدلية عشان يصرف منها الأدوية اللازمة الخاصة به الحمد لله القافلة موجودة عندنا والأمور ماشية تمام على ما يرام والناس بتكشفوا فيه إقبال جامد وربون يصلح حالهم منتظمين في أعمالهم والدكاترة والعمال والسوائين وكله ماشي بنظام منتظم كشفنا في القافلة كشف على عناية أنا كشفت على عناية وكشفت عندها السكر وكشف يعني منتاز وخدمات متكملة وأشكر سيد الدكاترة الموجودين في عزبة حماد محافظة ضمياط مركز كفر البطيخ وخدمات يعني اللهم صلى على نبي من عظام من بطنة السكر لنين لنظر كل حاجة متكملة مية مية القافلة فيها جميع العيادات التخصصية فيها كشف والشاعة وجميع التخصصات قافلة كاملة وشاملة ما شاء الله علاج بالمجان كشف بالمجان وكل الإمكانات موجودة ترجمة نانسي قنقر